السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي خطف ندي النجمة صدرت المجموعة الأولى لمسابقة كأس سمو ولي العهد لكرة الطائرة من منافسه النصر وذلك بعد فوزه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في الصدرة فيما بقي النصر على رصيده السابق بست نقاط يذكر أن الفريقان كان قد تأهلا إلى الدور النصف النهائي من المسابقة سيواجه النجمة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية فيما سيواجه النصر متصدر المجموعة الثانية فريق الأهلي تنطلق مساء اليوم مرحلة الإياب من منافسات المربع ذهبي لبطولة دوريزين البحرين لكرة السلة بإقامة مبارتين حيث يلعب في المباراة الأولى فريق الأهلي والمحارق في تمام الساعة السادسة مساء تليها مباشرة المباراة الثانية والتي تجمع المنامة والحلاء وذلك على صالة الاتحاد البحرين لكرة السلة بأم الحصام